تسعة فنانين دعموا المساكنة والعلاقات الغير شرعية منهم واحد شجع بنته عليها وكانت أولهم إيناس الدغيدي إيناس شايفة إن اتنين يعيشوا مع بعض فالحرام ومن غير جواز دي حرية شخصية وياريتها قالت كده وبس دي قالت كمان إن ده حلال مش حرام لإن الناس كلها عارفة والإشهار أساس الجواز والمساكنة لو كانت بالإشهار وعلمي الناس تبقى حلال ومش عقد الجواز هو اللي هيأكد ده وهي شايفة إن عقد الجواز ورقة ما لهاش أي قيمة لكن هي عادة والناس تعودت عليها أحمد الفشاوي صرح الفشاوي في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه بيقايد المساكنة شكلا ومضمونا وقال إنه شايف إن اتنين يعيشوا مع بعض من غير جواز ده أمر صحي جدا لإنهم بيكونوا عرفوا بعض كويس ومش هيكتشفوا أي حاجة تكبرهم يعيشوا مع بعض بعد الجواز وكمل الفشاوي كلامه وقال إنه اتجوز أربع مرات في حياته لإنه كان بيدور على أسره علشان يبنيها وكانت كل جوازاته علشان يقدر يحقق الهدف ده جهاد سعد صرح الفنان السيرو جهاد سعد عن تجربته في المساكنة وقال إنه جرب المساكنة لمدة 12 سنة وقال كمان إنه مفيش عنده أي منع لبنته اتجرب المساكنة قبل جوازها وصرح إنه جرب المساكنة بعد طلقه من شخصية مشهورة وقال إن الجواز مش مجرد كتاب على ورق لكن هو وصله بين طرفين وبين ربنا وقال إنه شايف إنه عقد الجواز ده مجرد رابط اجتماعي ملوش علاقة بالرابط الديني مونة هلا مونة من الفنانات اللي دعموا فكرة المساكنة وتعرضوا لانتقادات كتير بسببها من الجمهور واعترفت مونة إنها عايشة تجربة المساكنة وده بعد ما نشرت صورة لها مع حبيبها في أمريكا ولما الناس استغربت من جرائتها ردت وقالت إيه تعريف العلاقة الغير شرائع في المجتمع مش هو الإشهر والإعلان أنا كده مشهرة ومعلنة وقالت كمان اللي ليه حاجة عندي يجي حسبني أنا ببعملش حاجات كسف منها نيكولا معوض نيكولا اعترف إنه عاش المساكنة لمدة 20 سنة في لبنان وقال إن من تجربة ده مش بيشجع الناس عليها لكنه كان حابب يجرب إنه يعاش حياة زوجية من غير أي مسئولية وصرح إنه عاش مع بنته مسلمة من غير جواز لكن اختلافهم الديني تسبب إنه علاقتهم ما تكملش فرح يوسف فرح عاشت مع جوزها تجربة المساكنة 3 سنين من غير جواز وده قبل ما يكرر إنه يتجوزها جوزها قرر إنه يغير دينه من المسيحية للإسلام علشان يصرع إجراءات الجواز منها لكنها رفضت إنه يغير دينه اتجوزته جواز مدني وصرحت فرح وقالت إنه جوزها مسيحة وهي مسلمة وكلنا بنكمل بعض في الآخر ومش معنى إننا مختلفين عن بعض في الديانة نبقى مختلفين عن بعض وقالت إنه مش من العدل إنه يغير دينه علشان يتجوزها محمد أعطيها محمد دعم فكرة المساكنة وده اللي دفع الجمهور إنه يهاجمه ويقول إن الحريات المطلقة هي اللي خلتنا نسمع الكلام ده وصرح أطيها في أحد البرامج التلفزيونية عن المساكنة وقال أنا دلوقتي بحب إنسانة لين دخل المجتمع والقوانين بيننا وصرح إن السبب في زيارة نسبة الطلاق هو الجواز بشكل عمياني وقال إحنا المفروض نتجوز بعد ما نتأكد إننا نقدر نعيش مع بعض لإن الجواز مسؤولية كبيرة جدا ومش أي حد يقدر يتحملها بسنت النبراوي وصرحت بسنتي إنها بتقايد فكرة المساكنة في المجتمع الشرقي بشرط إن الدين ما يبقاش محرمها وقالت إن الدين أهم من أي حاجة واتكلمت عن المساكنة وقالت لو إنتوا عشقوا مع بعض سنة من غير جواز ما يمكن بعد الجواز يتغير ويبقى شخص تاني ميا دياب ميا دعمت فكرة المساكنة ومش كده وبس ده عشيتها كمان والكلام ده منسوب لها في أحد المواقع الصحفية وقالت فيها إن المساكنة كانت مهمة جدا بالنسبة لها قبل الجواز لإنها قربت من الطرف الثاني أكتر وعرفوا عدد بعض قبل ما يتجوزوا وبعد ما تكلمنا عن أشهر الفنانين اللي بدعموا المساكنة يطرى من أكتر فنان استغربته من رأيه